اليوم حبيت نتكلم على إسعاف إنيرجانس إنيرجانس يعني في هذا اللي حنتكلم عليكم هي إرجانس فعلية رأنا نقولوها بالدرجة لما الإنسان ينحصر واش حبي يقول ينحصر الدات تعنا ربي يخلقها وربي بنقولها بالدرجة تعنا ربي مريقلها بالتدقيق مريقلها لازم يناكلوا نتغدى ونقوتوا نفسنا كاين حاجة في المواد الغذائية اللي ناكلوها فيها فائدة للدات وكاين لما تدخل في جهاز الهضب تفصل الدات تعنا تدي الفائدة الفيتامينات اللي نتريمه وكاعدوكس والاح ولكن كاين فضلت فضلت تفضل يعني ما في حتى الدات تعنا صابت بلي أن ما في حتى فائدة ودت تعنا مريقلية سمحوا لي نظر بالدرجة الدات تعنا مريقلية بهالفاضلات لازم يخرجوا يخرجوا هذكما الفاضلات عندنا حاجة ضرورية كل ربع عشرين ساعة الفاضلات والهواء الهواء تاع الإنسان لغاز كما نقولهم بالدرجة لازم يخرجوا ولكن كاين مرحلة وين خاطيرها على هذك اللي نقول لك هو الإنسان ينحصر كما يقول لك بالروم يحبي يقول الفاضلات والهواء واللي ما يخرج من بنادم يحبسوا ينحصروا الإنسان يزم يرد بالو نديروا فرق ما بين الإمساك الإنسان بالدرجة تعني نقولوا المعدة التعيم ما تخدمش ولكن كاين الهواء يخرج كاين الإنسان يعرف روحه ولكن إذا إمساك إذا إمساك نشوف روحي نعرف روحي أنا كل واحد يعرف نفسه الإمساك هذا ما وشاكة معاود عندي ثلاثة أيام ولا ربع أيام وانا ما خرجش للمرحب ورا يبدأت بعض الأعراض بدأوا يبانوا لأثروا على الوضعية الصحية تاعي هو آلم كبير في الكرش راني محصور ما يخرج لا فضلات لا هواء أني نعود ونكرر لأننا عندها أهمية كبيرة هذية ونشوف بأننا ندهور والآلم راهو يقوى الإنسان ما ياخدش ما يروحش كما إحنا عندنا العادة شي واش كليت واقي لعندك الكولون هاك شرب هذي تيزانة هاك روح شرب هذي الغبرابيضة لا 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 الخصوصيات هذي يعني يقول لها يحب يقول المصران ينحصر يعني الحصود مغتوب كما حاجة تتبوشها تتبوشها لازم نتبوشها في هذا الوضعية لازم الإنسان يتنقل للمستشفى بأن هذه فعلا فعلا يسعف عنده أهمية كبيرة والحل التاعه إذا تبتت إذا تبتت يعني الإنسان محصور ما يخرج لفضلات لا وإذا تبتت الحل الوحيد هو هو العملية الجراحية كلي تيو تعلظابه ولا يتبوشها لازم نتبوشها هذو هنا نديرو العملية الجراحية بها نسرحه ولكن اللي قرر هو الطبيب الطبيب لازم يدير واحد الفحص بسيط 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 جدا هو اللي أني خدموه اللي أول هو يقوله آي سبي يعني لما نترجموها يحب يقول الراديو لتاع البطن عادي كلينا نحن جووز الراديو تعسي دارو ولا عادي يبين لنا كين الطبيب يشوف بعض المعلومات اللي أنه محصور كين واحد الماء يبين لنا الماء وره وصل ويزيد ثاني في سقسي هذا كل وقت حاجة لازمها تكون مباشرة قلت لكم العملية الجراحية والفحص عنده أهمية كبيرة لأنه كان بعض الحالات مرتبطة مثلا بالسن ومرتبطة بالاخر هذه لازمها فحص ممكن 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 إذا الإنسان ومرأة ولا رجل كبير في السن ممكن تكون الان كونسير حاجة ولكن هذي انتم ما متهمكمش شوفوا إذا الإنسان محصور ما رحش المرحب في الفضلات وما كانش الهوى يخرج وهذي عنده يومي الثلاثة يام حذري هذيك الفكرة اللي تسود في المجتمع التعناه ها عندي الكولون ولا شي واشكليه يتمجش نو هذيك هيزم مباشرة إن الإنسان يروح عند الطبيب اللي هو يخذ قرار علاجي واغلبية الحالة هو العملية الجراحة اللي سنة يتسرح إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته